مرحبا يا طلابنا الحلوين الأبطال شلونكم شخباركم إن شاء الله زينين رجعنا إياكم بمحاضرة خاصة بطريقة ضرب الجذور ضرب الأقواس اللي تحتوى على جذور عملية التوزيع اللي تحصل عملية مربع الحدانية إذا احتوى على جذور طبعا هاي المشاكل راح أتعاني منها من تحلي الجذور فاليوم احنا راح نبسطها إلك في فيديو جدا قصير وحالات سهلة راح أختصرها إلك بهذا الفيديو أتمنى إن شاهد الفيديو وتفتهم وياي انتبه وياي خلي نبدي بالحالة الأولى الحالة الأولى عند ضرب أقواس متشابهة بالعدد مختلفة بالإشارة نستخدم القانون الآثي اللي هو مربع الحد الأول ناقص مربع الحد الثاني لاحظوا يا عزيز الطالب هذا المثال اللي هو يقول جذر سبعة زائد جذر خمسة وهنا عندك جذر سبعة ناقصا جذر خمسة وياي طالبنا العزيز تلاحظ إنه الأعداد متشابهة ولكن أكو اختلاف بسيط بالإشارة أنت شنو راح تسوي تجي للأول اللي هو جذر السبعة تقول تربيع ناقص وتخلي لجذر خمسة أيضا تربيع طالبنا العزيز التربيع يلغينا الجذر مثل ما تعرف الظل بس سبعة ناقص التربيع يلغي الجذر الظل بس خمسة سبعة ناقصا خمسة هو اثنان هذا المثال الأول على هاي الحالة تعال آن وياك ناخذ المثال الثاني تبهوا اياي ثلاثة جذر اثنيا وياي طالبنا العزيز ثلاثة جذر اثنيا ناقصا جذر خلي أقول خمسة وإحنا عدك ثلاثة جذر اثنيا زائدين جذر خمسة طالبنا العزيز تلاحظ إنه متشابهات بالأعداد ولكن الاختلاف في الإشارة نجي للحد الأول نقول ثلاثة جذر اثنيا الكل تربيع ناقصا جذر الخمسة كل تربيع وياي ثلاثة في ثلاثة هي تسعة وجذر اثنيا في جذر اثنيا هو اثنيا بدون جذر مثل ما تعرف التربية يلغي لك الجذر ناقص جذر خمسة يلغي وياه التربيع ويبقى بس خمسة تسعة في ثنيا هي ثمنتعش وثمنتعش ناقص خمسة ثمنتعش ناقص خمسة قول اللي ثمانية يروح منها خمسة قالك ثلاثة فهنا عدنا ناتج ثلاثة عشر تمام ليش ثلاثة عشر حسب من الخمسة للثمنتعش كم عدد تمام فهنا عندك ثمانية زائد خمسة هي ثلاثة عشر زين ومثال اخير على هاي الحالة ايضا مثال اخير على هاي الحالة اخذك مثال فرضا عندك خمسة جذر ثلاثة زائد خلي نقول جذر سبعة مثلا وعدنا هنا ايضا خمسة جذر ثلاثة ناقص سبعة ايضا هنا حبيب الطالب راح نربع لحد الاول نقول خمسة جذر ثلاثة الكل تربية ناقصا جذر سبعة الكل تربية ونجي هنا نقول خمسة في خمسة هي خمسة وعشرين والتربيع يلغي للجذر يظل بس عندي ثلاثة وهنا التربيع يلغي للجذر يظل عندي بس سبعة وخمسة وعشرين في ثلاثة هي خمسة وسبعين خمسة وسبعين ناقصا سبعة خمسة وسبعين ناقص سبعة ايش قد تجي انت تقول سبعة هنا راحت منها خمسة ظلال ايش قد ظلالي تقريبا سبعين ناقص اثنين سبعين ناقص اثنين سبعين ناقص اثنين ايش قد حبيبي ثمانية وستين ثمانية وستين والاشارة تكون موجبة هاي الحالة الاولى افتهمتوا هاي الحالة ننتقل لحالة ضرب الجذور المختلفة شنور راح نضربها وهنا عدنا الحالة الثانية عندي ضرب الجذور المختلفة راح نوزع القوس الاول على القوس الثاني لاحظوا اياي طريقة التوزيع شنو اعني بيها طريقة التوزيع يعني جذور مختلفة اضرب هذا الاول مرة هنا تمام ومرة اضربه هنا وطالبنا العزيز مثل ما تعرف انت انه هنا لاثنيا ما راح اضربها بالجذر راح اضربها بالعدد اللي موجود هنا هو العدد ترى واحد فاثنيا في واحد هي اثنيا جذر ثلاثة اضربه في جذر ثلاثة هو ثلاثة فقط تبهوا اياي بعدني هنا انا اقول الموجب بهذا الموجب هو موجب واثنيا في ستة هي اثنعش وينزل لجذر ثلاثة اوكي اوكي اجي هنا انا ناقص انا ازل ناقص واحد في جذر ثلاثة هو جذر ثلاثة واجي ايضا ناقص في الموجب سالب في الموجب هو سالب وواحد في ستة هي ستة اشارات انتبهوا له اثنيا في ثلاثة هي ستة زائدا 12 جذر 3 تمام ناقصا جذر 3 ناقص 6 6 ناقص 6 تروحها يا وياها 12 جذر 3 ناقص 1 جذر 3 الصير 12 ناقص 1 هي 11 جذر 3 واضح عزيز الطالب مجرد توزيع بسيط تعالي للمثال الثاني حلو اياك هذا المثال شوف حبيبي ايضا نفس الحالة جذر 3 اضربها هنا مرة وهنا ايضا مرة ثانية خمسة تنضرب بالواحد هي خمسة وجذر 3 في جذر 3 هو 3 تمام زائد 2 في جذر 3 هي 2 جذر 3 تمام انتقل للاربعة زائدا 4 في 5 هيك راح تضربها ايضا 4 في 5 هي 20 جذر 3 وانزل الزائد وانزل الزائد 4 في 2 هي ثمانية 5 في 3 هي 15 زائدا 2 جذر ثلاثة زائدا 20 جذر ثلاثة زائد ثمانية وانجي هنا 15 زائد ثمانية ليش اجمع ذن لان ذن الاعداد بدون جذور في اقدر اجمع حين يعني وحدهن فاقول انا 15 زائدا ثمانية ما تعرف عفو في العشرة كل ثمانية زائدا خمسة جقدة 13 تمام اوكي ثمانية زائد خمسة 13 ومنك عندك عشرة عشرة وعشرة 20 20 وعدك هنا ثلاثة صار ثلاثة وعشرين زائدا هنا ثنيا زائدا 20 هي ثنيا وعشرين جذر ثلاثة وهنا لا اقدر اجمع ولا اقدر اطراح لان الجذور مختلفة تعالوا اياي المثال ثالث وهنا المثال شوية اكثر يعني اعداد حتى بيين لك انه التوزيع ترى سهل وما بيشي بس تنسوي معظلة اهنان اجيل هذا الجذور رح اضربه مرة هنا ومر هنا تمام ديالله خلي اضرب ثلاثة في ثنيا هي ستة وجذر خمسة في جذر خمسة هو خمسة ونزل الناقص ثلاثة في ثلاثة هي تسعة وجذر خمسة في جذر اثنيا هو جذر عشرة مثل ما نعرف اغزل الزات واحد في ثنيا هي ثنيا هسا تقول وين الواحد هذا الواحد حبيبي جاء اضربه هنا وبعدين اضرب هذا الجذر هنا هسا اضرب جذر اثنيا في جذر خمسة وجذر عشرة تمام خلصت من ضرب هذا بعدين اجي اضرب هذا هنا فرح اضرب واحد في ثلاثة وهو سالب ثلاثة وجذر اثنيا في جذر اثنيا هو ثنيا تمام دير بالك ستة في خمسة هي ثلاثين ناقص تسعة جذر خمسة اه عفو جذر عشرة هم زيما اكتبنا خمسة وصخمنا ام الدنيا وهنا اثنيا جذر عشرة وهنا ثنيا في ثلاثة هي ستة تعال حبيب ثلاثين ناقصا ستة اشقذ ثلاثين ناقص ستة هي اربعة وعشرين تمام تسعة يروح منها اثنيا ضلت سالبا سبعة جذر عشرة وهنا كل شي ما تسوي لان هذا بدون جذر وهذا بجذر تعالوا اياي اخذك اخر حالة من حالات الجذور عدنا هنا وياكم الحالة الثالثة اذا نطعني بالسؤال قوس ومرفوع الاؤس تربيع نعندي حل ينا الحل الاول بالقانون القانون شي يقول الحد الاول تربيع زائد او ناقص حسب اشارة الوسط اللي ينطيك اياها هنا تجيب اثنين من يمك تضربها بالاول وبالثاني دائما من اشارة الاخير زائد ونقول الحد الثاني تربيع او اجزئ القوس الى قوسين متشابهين بالعدد واوزع تعالوا اياي شوف هاي الاسئلة طبعا انا راح احل لك هاي الاسئلة بطريقتين حتى تكون واضحة امامك وسهلة وانت حر الاختيار تريد تحل بالطريقة الاولى او بالطريقة الثانية فانت مخير غير مسير وياي اهنا عدي ثنيا جذر ثلاثة عيني زائد خمسة الكل تربيع انطاني هيتش انا اللي افضله شنو انه انا احل بالقانون لاني شوية اسرع يعتبر اجي اقول اثنيا جذر ثلاثة هذا الاول اخليه تربيع شوف مربع الحد الاول الاشارة زائد انا اخلي زائد هاي اثنيا انزلها هنا واضرب الاول بالثاني هذا اثنيا جذر ثلاثة تمام اضربها في شنو في خمسة اوكي دائما زائد الحد الثاني اخلي تربيع خمسة تربيع اوكي هسه اثنيا تربيع هي اربعة والجذر يلغي لي هذا التربيع يلغي الجذر بدلا بس هنا ثلاثة زائد ينزل اثنيا في اثنيا اربعة اربعة في اخمسة هي عشرين جذر ثلاثة خمسة في خمسة هي خمسة وعشرين اربعة في تلاثة هي اثناش زائدًا اشرين جذر ثلاثة زائد خمسة وعشرين ويساوي 12 زائد 20 20 ثلاثين تمام زائد 20 جذر 3 طبعا هاي الطريقة الأولى يا حبيبي هاي الطريقة الأولى هاي الطريقة ما عجبتك تريد تحل بغير طريقة تريد تحل هيج انه هاي مو 2 جذر 3 جزئها إلي 2 جذر 3 زائدا 5 وتكتيب الهم هنا 2 جذر 3 زائد 5 بس هناك ما تصخم أم الحل بالإشارات تمام يلا وياي 2 أجل أضرب هذا هذا القوس كله يعني مرة هنا ومر هنا وأيضا أجل 5 مرة هنا ومر هنا يلا وياي وياي طلابنا هسه شنو أقول 2 في 2 هي 4 جذر 3 في جذر 3 هو 3 كمل زائد 2 في 5 هي 10 جذر 3 تعال نزل للزائد من تحول لهذا العدد نزل إشارة زائد 5 في 2 هي 10 جذر 3 تمام أوكي موجب في الموجب هو موجب 5 في 5 هي 25 4 في 3 هي 12 عدك هنا 10 زائد 10 هي 20 جذر 3 لأنه الشاب ها تاني جمعتهم وهنا زائد 25 25 زائد 12 هو 7 و 30 زائد 20 جذر 3 تلاحظ أنه الناتج طلع نفس الناتج تمام بالطريق سوف تحل على هذه أو على هذه الحال نحن لكم بعد مثاليا المثال الفوق سأحل على القانون وسأحل لكم مثال أخير على التوزيع واتب كيفكم طبعا تختارون الطريقة لأمثل لكم ناني رح أقول جذر 3 كل تربيع وخلي هنا ناقص أقول هاي الاثنين تنزل أضرب الأول بالثان اللي هو جذر 3 مضرب وفي 5 دائما الأخير زائد وأقول يابه 5 تربيع جذر 3 يظل بس 3 ناقص ينزل 2 في 1 2 في 5 هي 10 جذر 3 وهنا زائدا 25 25 زائدا 3 25 يعني 5 زائد 3 هي 8 20 ناقص 10 لجذر 3 وهنا لا نجمع ولا نطرح تعال للمثال الأخير راح لإلك حسب قاعدة التوزيع 3 وهنا جذر 3 زائد 2 الكل تربيع راح أقسم هذا القوس قسميا متشابهات طبعا عندي ربالك 3 جذر 3 زائد 2 وهنا 3 جذر 3 أيضا زائد 2 وياي شلو راح نوزع أقول يابي 3 أجه هاذ راح أضرب مرة هنا ومر أضرب هنا وهاذ مرة هنا ومر هنا قاعد وياي يلا 3 3 3 هي 9 وجذر 3 هي 3 هو فقط 3 وج زائد 3 2 هي 6 جذر 3 أحول العدد الثاني زائد 2 3 هي 6 جذر 3 و 2 2 هي 4 9 3 هي 7 و 20 زائد 6 زائد 6 هي 12 جذر 3 زائد 4 وهنا نقول 27 زائد 4 كم الناتج هو 31 زائد 12 جذر 3 إلى هنا حبيبي الطالب ننهو موضوع ضرب الأقواس طبعا موضوع سهل أنا عدت لأنصار عندي إشكال برقم 1 بمسألة وحدة واللي ينبهوني يعني عليها الطلاب مشكورين طالبة تبارك وطالبة رقية طالبتين متميزات عندنا أنه هذه الـ 12 بدل ما أكتبها أنا 12 يعني أنزل ها هنا أنا كاتب 2 فعدت الفيديو كل على هذا الرقم يعني أنه استعجال من عندي أنه هذا واحد ما منزله هنا فعدت الفيديو كل على المود هذا الرقم طبعا جل ما يعني جل من لم يخطئ الحمد لله على كل شي الحدي هنا نهي أنا وياكم محاضرة هذا اليوم إن شاء الله تكونون استفاديتوا من الفيديو طبعا ظلت أفلت لأن شوية تعبان دمتم في أمان الله ورعايته إلى اللقاء اشتركوا في القناة